السلام عليكم يا جماعة النهاردة انا عندي فرصة كبيرة جدا بسم الله ما شاء الله دوبليكس على شاطئ البحر مباشرة صف اول والسعر لقطة 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 800 الف ليرة اه لو معي انا فلوس فورا اتكلم مع المالك واخده لنفسي ليه علشان انتو بس لما تشوفوا الفيديو دلوقتي اتحسوا انكو في جنة الدنيا قاعدين كده سواء في التراس سواء في البلكونة سواء تنزلوا على طول تلقوا البحر في وشكو انا مش هتكلم كتير دلوقتي اسبكو مع الفيديو وبعد كده ان شاء الله اي حاجة عجبتكو واعجبكو كلمونا على طول على الواتس اوب تواصلوا معي على الواتس اوب وقبل ما تيجوا هنا في اسطنبول كلموني بيومين علي احنا جايين بعد يومين هنجي نبص على الشقة دي وهنكون معاكم لغاية ما ادخطوا الطابو علشان علاقتنا انا وشركة تركي بيكو مش علاقة مكتب وخلاص هي علاقة اسرة حتى بعد ما هتشتروا احتاجتونا في اي حاج تحت امركم دلوقتي اسبكو مع الفيديو اشتركوا في القناة 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 كل الشكر والمنظر العام يكشف كل اسطنبول كل اسطنبول من كل جهاتها ألف شكر إليك أستاذ علي وألف شكر لشريفك التركي واليوم مساعدتكم إلا تحياتنا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم بفهد الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وتعاون أخ علي جمال اشترينا الشقة في السلطان أيوب والحمد لله كان سعر مناسب من أفضل الأسعار والأخ علي ماشاء الله عليه يعني بأمانته وصدقه في الأمانة صراحة الحمد لله اللي شفناه للمسه منه كل خير صراحة أفضل من الناس اللي أنا أصحكم صراحة بالتعاون معه وعلى مسؤوليتي أنا إشاء الله بالتوفيق إن شاء الله لكل المتابعين وأتمنىكم كل الخير وألف شكر للأخ علي صراحة وشريكة اللي تعاونوا معنا صراحة وكانوا قمة التعاون وقمة الأمانة والصدق في التعاون يعطيكم مال فائفة إن شاء الله شكرا السلام عليكم الحمد لله وشكر أستاذ ونستلمنا الطابو من دائرة الطابو نشكر أستاذ علي جمال اللي قال نشكه بسعر مناسب جدا وما خلاننا لحد ما استلمنا وننصح الناس كلهم أن يتعاملوا ميال إن إنسان صادق وإمين وشكرا جديا بسم الله الرحمن الرحيم أنا أخوكم العربي أبن من العراق الشقيق أجئت إلى تركيا ما أعرف كل شيء وما أندل كل شيء من واحد الواحدة بتاكسيات واحد يودينا على واحد واحد يودينا على فلاه فيندق وشلع قلبي لحد ما اتصلت بعلي جمال أخونا المصري جانا قبل طيران من الصبح وجاء بنا فندق بسعر كويس ومناسب وخلف الله عليه وما قصروا يا أنا وشالوا يا جناتاني وعائلتي أربع نفرات زين لما علي جمال أنا كان تهيت بتركيا المنقذ الوحيد لإخواننا العرب في تركيا علي جمال واللي مال يديته اتصاله موجود وفيسه موجود وانترنته موجود أخونا العزيز علي جمال الله يحفظه ويخلي لكل عربي يجي التركيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحب أتكلم عن تجربتي الشخصية مع أستاذ علي جمال في شراع عقار في تركيا وأستاذ علي جمال قدر يلقى لي عقار جدا بسعر جدا رخيص ومميز الموقع المميز اللي كان في ياني كابي على البحر مباشرة وشقة جدا نظيفة والحمد الله وشكر الطابو سليم وقدرنا نكمل المعاملة ومتركني إلى انتهى الطابو وأحب أنه أنصح كل الناس العرب اللي يحبون يشترون عقار في تركيا الطابو نظيف واستلام نظيف ومعاملة نظيفة يتواصلون مع السلام علي جمال وشكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا راح أحكي تجربتي الشخصية مع الأستاذ علي الجمال من حيث الجار العقار كنت في بغداد وشانت عندي مشكلة أنا وأصرتي في كيفية إيجاد السكن وهذه مشكلة عويصة عند كل ساحة حبي جيلة تركيا بتعديد ذلك إلى سطنبول تعاملت مع كثير من أهل العقارات اللي أريد اللي يميز علي جمال برأي الشخصية الفيديوهات الدزاها والصور هي نفسها من يجيت لقيتها على أرض الواقع هذه مسألة المسألة المهمة الأخرى الشخص لقيتها الساعة بثمانية الصبح من يجيت من المطار انطاني موعد بثمانية الصبح وليقيتها بثمانية الصبح وهذا يعني ميزة تحسب إليه إنه دقة بالمواعيد لقيتها منتظرني الرجل والمسألة الثالثة والمهمة والمهمة المهمة التلات فضوط تحت المهمة بأنه السعر مناسب أو جد للشقاء لمدة شهرين تقريبا وأكو خدمات مع بعض الإيجار والشقاء اللي هو يسأل بين فترة واخرى عليك شنين الحاجات اللي تحتاج شنين مشاكل اللي سكنك مريح لا ما مريح يحاول يتواصل ويا أبو الملك باعتباره يعني لغة تركية ولغة إنجليزية واللغة العربية أنصح بكل من يشاهدني بأنه يتعامل مع الأستاذ علي جمال لأنه إنسان محترم وصاحب موقف وجات في عمله ومناسب بالأسعار تحياتي لكل المتابعين شكراً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم علي السلاموني أنا أول مرة ليه هنا في اسطنبول مع الأخ علي جمال اسطنبول هنا بتكلم عن تجربة الشخصية معه ما شاء الله ومعملته بسم الله ما شاء الله عليه يعني أخ عزيز برغم أن أول مرة أتعرف بيه بس فعلاً والله الواحد حاسك أنه يتعاني مع أخي ليه وكاللي الفضل بعد ربنا في مساعدنا في موضوع الأقامة دلني على مكتب كويس بأسعار مناسبة جداً ودلني على مكان زراعة الشعر الثاني يوم ما وصلت مباشرةً كنت خلصت العملية ما وصلت هنا يوم الخميس الموافق 12 وعملت العميم 13 والحمد لله الأثر بايد وأثر إن شاء الله دايماً معانا في كل حاجة وجزا الله كل خير والله على العميم السلام عليكم أنا الأخ مهند من بغداد أنا أجلت أسطنبول قبل عدة أيام وكان في استقبال الأخ علي جمال وكان استقبال أكثر من رائع أنا أزلت أسطنبول أكثر من مرة لكن هذه المرة كانت الأوضل بسبب أنه أخ علي جمال وتصلي شقة سوبر ديولوكس بسعر أكثر من مناسب وأوضل منطقة مناسبة بصراحة أنا أحسيت في الأسياح كثير مع الأخ علي جمال هو صديقي أنا أنصح كل الأشخاص يحبون جون إلى تركيا في الشراء أو البيع أو الإيجار مع الأخ علي جمال موسيقى للجميع الراغبين في الاستثمار وكذلك السياحة في إسطنبول فقط الاتصال بالأخ علي جمال المتواجد هنا في خدمة المواطنين كافة من بيع وشراء وسياحة وإيجار وسياحة في إسطنبول هذا الرجل الذي من الأمانة والإخلاص والأوفاء الكثير لما لمسته خلال هذه 25 يوم الموجود أنا فيها في إسطنبول من خلال أنا تعاملي معه بإيجار إحدى الشقق الجميلة جداً وفي قرب في منطقة السلطان أحمد وقرب الجامعة الأزرق وكذلك من التعامل الصريح والمميز ما بينه وبين الآخرين وما بينه وبيني أنا شخصياً وكذلك لديه صراحة كبيرة جداً في التعامل حتى وأنا كنت في بريطانيا عندما أرسل لي فيديو للشقة نفس الشقة التي أرسلها لي هي نفس التي أسلم بها حالياً نصيحتي للجميع لمن لديه نية الاستثمار وكذلك البيع والشراء وحتى الإيجاب الاتصال بالأخ علي جمال في إسطنبول علي جمال إسطنبول تركيا ما السلام السلام عليكم السلام عليكم أولاً أقول الحمد لله ربنا وفقني دلوقتي وفتحنا الشركة كويسة جداً ومع الشريك التركي اللي هو نفس تفكيري نفس دماغي بالزبط شوفوا يا جماعة دلوقتي إحنا بنشتغل إزاي في العقارات أول حاجة رقم واحد بنشوف الشقة أو العقارات لو سعره كويس ولقطة نتوقع على الله بعد كده بنروح نشوفه إيه النقطة الثانية مكانه هل مكان أمين مكان يصلح لعيلة مكان جنب المتر والمواصلات تاني نقطة تلت نقطة التابو يعني التابو اللي هو سند الملكية بنشوف التابو ايوة بنشوف التابو صحيح أو مل صحيح لأنها أمانة من حلقة الوصل بينك ALM ناحنا هذا أمانة أمانة كبيرة جداً ناحناics سليم وكل حاجة جميل جدا والمالك سليم وكل حاجة كويس جدا فبعد كده بنقول للمالك شوف عايزين نوصل لك حاجة واحدة مهمة جدا بما اننا الحمد والله احنا خبرة في العقارات المشتريين الوقت بيعملوا ايه بيشوفوا الاسعار فانت لو جبت لنا السعر النهائي وسعرك يكون احسن من الشوء اللي حواليك شقيتك هتتبعه بسرعة فبناء عليه بيدينا سعر نهائي وبعد كده السعر بنحطه على الفيديو ده اللي انا بصمم فيها اي فيديو بعمله بحطه على الفيديو عشان تشوفه مباشرة وبعد ما تقوموا ان شاء الله بتقعدوا مع المالك مباشرة من نوكولي كويس بناخد النسبة المعروفة عليها هنا في تركيا العادلة كويس دي حاجة تاني حاجة عايز اقول لكم على حالة مهمة جدا انكم ما تقلقوش علشان ان شاء الله هنكون معاكم لغاية ما تستلموا طاب الشقة باسمكو لغاية ما تستلموا سند الملكية يعني طاب الشقة باسمكو ان شاء الله واحنا هنكون في ظهركو وهنكون في كتفوكو ان شاء الله واتطمنوا اتمنى ان شاء الله اشوفكو قريب في تركيا شكرا وبحبكو جدا علي جمال اسطنبول تركيا مع السلامة يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا قالوا وجدنا عليها ذاءنا قل إن الله لا يأمر بالفحشة أتقولون على الله ما لا تعلمون أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ألف واحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيب من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم وشهدوا على أنفسهم إنهم كانوا كافرين قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت همة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر